وادل رئيس الحزب الديمقراطية الكردستاني مسعود بارزاني بصوته في الانتخابات العامة لاختيار برلمان جديد ودع بارزاني مواطني الاقليم للمشاركة في انتخابات كردستان مشيرا لأن الشعب هو من يقيم ثقل كل طرف وإن على الأطراف جميعا التعاون لخدمة الاقليم أدعو الشعب للمشاركة في التصويت بحرية لاختيار ممثلهم فالعملية الانتخابية دليل على تقدم شعب كردستان بممارسة حقه بصورة سلمية أتمنى التوفيق لكل الأطراف والذي يعني بالنهاية نجاح كل شعب كردستان ورسالة للأحزاب السياسية هي أننا جميعا أخوة وعلينا أن نتعاون معا الشعب هو من يقيم ثقل كل طرف لكن هذا لا ينفي حاجة بعضنا للبعض الآخر والنتيجة هي أننا جميعا سنكون إن شاء الله في خدمة الكرد وكردستان